النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لذين حققهم المغرب تحت قيادة جلالة الملك كان متميزين وللمغرب قدرة هائلة على الاستفادة من موارده الطبيعية فضلاً عن السلم والأمن الذين ينعم بهم المغرب هناك الطاقة الشمسية والسياحة والفصفات المفيد جداً لباقي العالم لأنه من أهم الأسمدة الموجودة كل هذا يستحق التقدير حقاً المغرب أصبح تحت قيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس قوة محفزة وقاطرة لاقتصادها واقتصاد باقي بلدان الجوار العلاقات بين المغرب والأرجنتين مدعوة لتحسن أكثر هناك فرص عديدة لجعل اقتصاداتنا متكاملة ليس فقط مع المغرب بل مع إفريقيا بأكملها التكامل الذي يميز الاقتصادين المغربي والأرجنتيني يفتح إمكانات لتقاسم تكنولوجيا والمعارف والكفاءات وهو أمر مهم جداً المبادرة الملكية الأطلسية من شأنها تقريب بين البلدان وتقليص الكلفة اللوجستيكية وستمكن من ولوج لم يكن ممكن لحد الآن بالنسبة لعدد من البلدان وتشجع جميع أنواع المبادلات إنها مبادرة جد متميزة تقليص الكلفة اللوجستيكية تقليص الكلفة اللوجستيكية تقليص الكلفة اللوجستيكية تقليص الكلفة اللوجستيكية